أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء تسعة آذار القمر ما زال موجود الآن في برج الجدي وهو في منزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وسبعة وخمسين دقيقا من مساء هذه الليلة اللي هي يوم الاثنين موعد بث الحلقة ورح ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا في أول إشي عنا زاوية بعدين في عنا خلو مصار الزاوية اللي رح تصير هي أول زاوية زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو ورح تكون في تمام الساعة 12 و 52 دقيقة صباحا تعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا القمر بما أنه موجود بالجدي فحكينا أنه بظل تأثيرها منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر في إنجاز بعض الأمور بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عمل تأمين طبعا بعد الزاوية اللي إحنا ذكرناها اللي هي بين القمر وبلوتو بصير في عنا خلوه مسار خلوه المسار بيبدأ الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف الليل أو صباحا لأنه هذا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 52 و 52 دقيقة صباحا يعني في ساعات الفجر ورح يستمر حتى تمام الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 49 دقيقة وحكينا أنه خلوه المسار دائما لما بيجي القمر بدو ينتقل من برج لبرج فآخر زاوية بتصير هي بداية خلوه المسار تستمر طبعا على حسب لها حسابات معينة فعشان هيك على حسب حساب اليوم الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وخلوه المسار هو سلبي وهو لا يصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع موليد الأبراج دون استثناء طبعا الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني 49 دقيقة صباحا بتوقيت الأردن القمر بصير في برج الدلو جميع الأبراج بشعروا أنهم بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون مدودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو تجربة طعام جديد طبعا الزوايا اللي رح تصير بعد انتهاء خلو المسار والانتقال للقمر هي زاويتين أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية رح تصير بين القمر وبين المريخ وهي زاوية رح تكون في تمام ساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس ورح تكون هاي زاوية في تمام الساعة عشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك طبعا القمر بما أنه رح يتواجد في الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 11.3 رح يبدأ في تمام الساعة 3.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 2.43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 31.32 دقيقة صباحا فيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20.3 مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي بده ينتقل للدلو ورح يفضل في الدلو لغاية يوم 11.3 طبعا الآن مزاجه سعيد بنسبة 40% ورح يستمر سعيد لغاية ساعات الصباح يعني تقريبا سبعة الصبح وبعدها بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الدلو حتى يوم 15.3 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 25.3 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23.4 سعيد بنسبة 25% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجذي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح ابتنشطوا بلقاء الأصدقاء أو تواصل معهم حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر عندك الاتصالات والموعيد والنشاطات الاجتماعية برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهميش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك بعض المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد ممكن يكون عندك نوع من أنواع الالتزام بالمسئوليات أو حاول إنك تلتزم بالمسئوليات برضو الفترة هاي فيها نوع من أنواع الوعد أو فترة واعدة لا إلك برج الجوزاء بتنهمكوا في إعادة تنظيم أمركم المالية المشتركة وعبوا لكن بتكونوا تحاولون تخففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهمش إنك تتحرك في مختلف الأصعدة لأجواء إيجابية لا إلك برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة إلك لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتعيدوا الضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور مع محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتحافظوا على هدوءكم وحاول أنك ما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظات لأنه خصمك في هاي اللحظة بيكون قوي وما رح يكون سهل بتحملك هاي الأيام إشيء العلاقة إما ارتباط مهم أهم إشيء أنك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم أهم إشيء إنكوا ما تهملوا صحتكم حاذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعك من أداء وجباتك اليومية كما يجب بتظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو بتشعر بالتوتر برج الميزم بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة بتطلاق إشارة إيجابية خلال هذا اليوم هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوا في مسائل اللي حلقة بالسفر والاتصالات القصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر أما في ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابات أو اضطرابك وانتعاضك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد وإلتزاماتك المهنية اهتم بعائلتك برج القوس من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم نفقات أما في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إشي إنك تحرك أو تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجديد أنتم ممتلئون نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح؟ بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهمش إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بيسيطر التعب عليكم وتفقد رغبتكم في مواجهة مشاغلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء إما بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحمل لك خبر سار برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب أهم شيء تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة عشان ما تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء